موسيقى نحييكم الى الاخبار من الميادين وفي عنوينها موسيقى الامن الايراني يوقف شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموساد وتعد لأعمال تخريبية مسلحة داخل البلاد مسؤول سابق في الشاباك يقول ان الحرب المقبلة ستجري على الساحة الداخلية الاسرائيلية ويؤكد ان تل ابيب غير مستعدة لها موسيقى هنغاريا والنمسا تتمسكان برفض مقترح الاتحاد الاوروبي حظر استيراد الغاز من روسيا موسيقى ماكرون يبحث مع بن سلمان في باريس التطلعات الفرنسية والاوروبية الخاصة بانتاج النفط ويثير معه موضوع حقوق الانسان موسيقى بعد ايام على اعلان الامن الايراني القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح تل ابيب اعلنت استخبارات الشرطة الايرانية اليوم توقف اعضاء شبكة تجسس اخرى قبل ان يتمكنوا من تنفيذ عمليات ووفقا للشرطة فان اعضاء الشبكة كانوا على صلة بالموساد الاسرائيلي وهم عملوا على تجميع المعلومات واشعال الحرائق ونشر الدعايات ضد النظام في ايران وتدربوا على تنفيذ عمليات تخريبية ومسلحة اكد قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ان تواجد القوة في البحار دائم ويجب ان يكون مستمرا مشيرا لان القوة تسعى لتحقيق هدف واحد هو توفير الامن والرفاه للشعب الايراني الادميرال ايراني شدد على ان القوة البحرية ستتواجد في اي مكان تشاء وليس في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط فقط مؤكدا ان توفير الامن لخطوط الصفن الايرانية سيمكن باقي البلدان ايضا من التنعم به رحبت قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وايران برعاية منسق الاتحاد الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي بحسب ما اعلنت الخارجية القطرية الدوحة كانت قد استقبلت جولة سابقة من المفاوضات غير المباشرة في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي بحضور كبير المفاوضين الايرانيين علي باقر كني ومنسق شؤون المفاوضات الاوروبي انريكي مورا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قال انه لا عقوبات ولا تهديدات تشكل مانعا امام ايران وشعبها وخلال كلمة الله في تجمع شعبي في محافظة همدان قال رئيسي ان اهم عناصر قوة ايران هو الشعب الايراني الموجود في كل الساحات نحن نفتخر بقواتنا وقدراتنا العسكرية لكن اهم عنصر لدينا هو الشعب الذي احبط امال العدو في الاعتداء علينا فليعلم الاعداء ان هذا الشعب يتحمل المسئولية والخطر ويدافع عن القيم والثورة وهذا ما دفع العدو الى اليأس ما تشاهدونه اليوم في العالم هو حرب ارادات والعدو اراد ان لا نواصل مسارنا في الدفاع عن قيمنا الثورية لكن شعبنا اراد مواصلة المسير بقوة رغم العقوبات والتهديدات ان اعلان المتحدث باسم البيت الابيض فشلت ضغوط القصوى على ايران يعني ان الشعب الايراني حقق انتصارا كبيرا ويعني انتصار مسار المقاومة والصبر وهزيمة اعداء الثورة الى العراق وفي ضوء تحركات انصار التيار الصدري الاخيرة واقتحام البرلمان فان المشهد في العراق قد يكون مقبلا على مزيد من التحركات الشعبية لا سيما في ظل الدعوة لتظاهرات مقابلة تستهدف ما اسمته الفساد المالي والاداري محمد الفهد والتفاصيل ورقة الشارع التي لوح بها الصدريون دخلت على الخط باقتحام المنطقة الخضراء وتوجيه الرسالة الى باقي الاطراف السياسيين بحسب قيادات التيار رسالة مفادها ان الكتلة الصدرية وعلى الرغم من انسحابها فانها ستبقى جزءا من الحالة السياسية التي يعيشها العراق وهذه المرة عبر جمهورها المسألة لا تتعلق بشخصية المرشح بقدر ما تتعلق بفرض ارادات والتيار الصدري اوصل رسالة مباشرة بانه نحن انسحبنا من مجلس النواب ودخلنا كجمهور الى مجلس النواب وجلسنا على المقاعد المخصصة لمجلس النواب هو الاطار التنسيقية التي تفاعلت مع التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء الحكومية حذرت مما اسمته الفتنة مع ضرورة اليقظة والحذر منها وحملت الحكومة مسئولية حماية الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية بيان يشي بتمسك الاطار بخيار اختيار محمد السوداني لرئاسة الوزراء اليوم الشارع لا يحتاج خلافات واختلافات بين الكتل السياسية بقدر ما يحتاج حكومة قوية تقدم برنامج حكومي وبرنامج اصلاحي قابل للتطبيق على ارض الواقع الخطوة الصدرية على ما يبدو ربما تفتح مرحلة جديدة في ظل الانسداد السياسي المستمر منذ تسعة اشهر خطوة تفرض على اللاعبين السياسيين مزيدا من الحوارات والتفاهمات لحل الازمة ما بين رسالة الصدر وموقف الاطار التنسيقي المتمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء وبين استمرار الخلاف الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية فان الانسداد السياسي قد يكون سيد المشهد هذا مضافا الى ورقة الشارع التي تمتلكها مختلف الاطراف للتعبير عن مواقفها محمد الفهد بغداد الميادين علم مراسل الميادين في موسكو ان جلسة المحكمة الاولى بشأن مطالبة وزارة العدل بتصفية الوكالة اليهودية في روسيا تقرر عقدها في التاسع عشر من اب اغسطس المقبل الجلسة التحضيرية الاولية لمحكمة باسماني عقدت اليوم ووفق المحكمة فان الدعوة القضائية التي تقدمت بها وزارة العدل لمدينة موسكو تستند الى انتهاك التشريعات الروسية من قبل الوكالة اليهودية هذا وكان وفد اسرائيلي رسمي قد وصل الى موسكو للقاء مسؤولين روس ولعقد اجتماعات معهم اعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اربان في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا كارلني هامر ان بلاده ستواصل معارضة مقترح الاتحاد الاوروبي حظر استيراد الغاز من روسيا من جانبها اكد مستشار النمسا ان فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا امر مستحيل واضاف ان النمسا لطالما دعت الى ان تلحق العقوبات ضررا اكبر بمن تفرض ضدهم وليس بمن يفرضونها ميدانيا اعلن قائد اسطول البحر الاسود الروسي ايغور اسيبوف السيطرة الكاملة على بحر ازوف وعلى الجزء الشمالي الغربي من البحر الاسود وخلال الاحتفالات بيوم القوات البحرية الروسية اشار الى ان سفن وطائرات الاسطول الروسي توجه ضربات على اهداف معادية بالغة الاهمية ونوها بمساهمة الاسطول في تعزيز الامن العسكري لروسيا الاتحادية على حدودها الجنوبية قال مسئول امني اسرائيلي سابق ان اسرائيل غير مستعدة لحرب داخلية محتملة وفي حديث اذاعي اكد العضو السابق في المخابرات الاسرائيلية الشاباك ان الحرب المقبلة ستجري احداثها على الساحة الداخلية وان قوتها ستكون بمستويات غير مسبوقة ولن تكون اسرائيل مستعدة لها وفي معرض حديثه عن معركة سيف القدس وصف المسئول الامنية المعركة بالفاشلة حيث لم تفاجأ الشاباك يومها بنوعية صواريخ المقاومة الفلسطينية وبحجم تأثيرها ولم يقدم تحذير مسبق بشأنها معتبرا ان اسرائيل فشلت في جميع انظمتها التعامل الاسرائيلي بجدية مع تهديدات الامين العام لحزب الله في مقابلته مع قناة الميادين استمر قويا وفي مقابلة وقابله حديث لمراقبين عن تقديم اسرائيل مقترحا لحل النزاع البحري مع لبنان قبل الموعد الذي حدده نصر الله منال اسماعيل والتفاصيل مفاعل الرسائل والتهديدات التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته مع قناة الميادين لا تزال تتردد اصداؤها في اسرائيل حيث كشفت وسائل اعلام اسرائيلية استعداد اسرائيل لابداء ما وصفته بالمرونة عبر تقديم اقتراح لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان الاقتراح الاسرائيلي المحدث الذي قدم الى الولايات المتحدة قبيل وصول الوسيط الامريكي في المفاوضات عموس هوكستين الى لبنان لتقديمه الى المسؤولين هناك يتضمن استعداد اسرائيل لتقديم تنازلات بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان لا خارجها مع الاحتفاظ بحقوقها الاقتصادية في اي حقل غاز يكتشف في تلك المنطقة وعدم التشدد في توزيع الارباح المحتملة مع لبنان بعد التهديدات التي سمعناها من نصر الله ومن خلال محادثات اجريها مع مسؤولين اسرائيليين اسمعوا تفاؤلا حذرا بحصوص فرص التوصل الى حل الناجح في المفاوضات بين اسرائيل ولبنان مع وصول هوكستين الى لبنان الاسبوع المقبل محللون اشاروا الى ان التعامل الاسرائيلية مع تهديدات الامين العام لحزب الله يأخذ طابعا اكثر جدية هذه المرة لكونه حدد وقتا زمنيا ومطلبا واضحا جدا بشأن استخراج الغاز من حقل كاريش بعد التهديدات وانذار نصر الله يبدو انهم في اسرائيل يأخذون كل هذه التهديدات بجدية ويكثفون الاستعداد والجاهزية صحيح ان هذه التهديدات ليست الاولى لنصر الله لكن هذه المرة هو يعرض تحديدا للوقت مع اشتراط واضح يتعلق ببداية استخراج الغاز من حقل كاريش خبراء اجملوا صورة الوضع القلق في اسرائيل في ضوء تهديدات الامين العام لحزب الله بالقول لقد نجح نصر الله في بناء تهديد لا تستطيع اسرائيل او لا تريد مواجهته تهديد بدأ وفقا لهم باطلاق المسيارات نحو منصات الغاز واستمر في العنوين مع الاستعداد الدفاعي في اسرائيل خشية تنفيذ هجوم وبحسب هؤلاء الخبراء في الحروب الانتصار يحقق بالهجوم لا بالدفاع جددت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني دعوة السياسين الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة بعيدا عن الرهانات الخاطئة الى الادوار الخارجية واكدت في بيان تلاجت معها الدوري انها لن تسمح للعدو الاسرائيلي باملاء شروطه على لبنان نجدد دعوتنا الى كل شركائنا في الوطن من اجل تحمل مسؤولياتهم الوطنية لانجاز استحقاقي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والحرص على تجسيد الارادة الوطنية البعيدة عن الرهانات الخاطئة على ادوار خارجية قد يكون هدفها ابقاء الشلل في البلاد وتعطيل مؤسساتها كافة ليس للعدو الصهيوني ان يملي شروطه على لبنان باي وجه من الوجوه او باي مجال من المجالات وعلى المعنيين في الدولة ان يحسنوا الاستفادة من المقاومة وجهوزيتها لتلافي اي استدراج او اضعاف للموقف اللبناني شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعا لوزراء الزراعة في لبنان والاردن والعراق وسوريا بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك لبحث تعاون مشترك في المجال الزراعي وسط ازمة غذاء تهدد العالم وهدف الاجتماع الى تعزيز التبادل التجاري والزراعي بين هذه الدول وتذليل العقبات المتعلقة باجراءات الحجر الصحي النباتي والبيطري واجراءات النقل والترانزيت ومناقشة امكانية توقيع اتفاقية رباعية مشتركة في المجال الزراعي وفي تصريح للميادين قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن انه يطمح ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا ندية ومباشرة بين دولتين واكدان المنطقة تأتية نحو الحلحلة وعلى اللبنانيين ان يتحركوا في هذا الاطار انا اطمح اليوم ان تكون العلاقات بين لبنان وسوريا من اطيب العلاقات قد تكون هذه القمة احدى ابواب عودة العلاقات الى ما كانت عليه قبيلة الحرب في سوريا انا اتمنى انا كوزير الزراعة اتمنى ان ازورت سوريا مرتين ولا مشكل لدي سازهب لمائة مرة بل الف مرة ان احتجنا الى هذا الامر ولكن اعود اكرر لك اليوم العلاقة مع الاشقاء في سوريا يجب ان تكون علاقة ندية واضحة بين دولتين لانه اليوم لا يمكن لنا ان نتحدث عن ترانزيت او عن قطاع الكهرباء او اي قطاع اذا لم نتحدث مع الاشقاء السوريين بالمباشر اكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ان الجيش لن يسمح باهتزاز الامن او للفتنة او للفوضى ان تجد لها طريقا الى الساحة الداخلية عون وفي امر اليوم لمناسبة عيد الجيش السابع والسبعين دعا الى البقاء على الجاهزية لمواجهة كل الاخطار لا سيما تهديدات العدو الاسرائيلي المستمرة واطمعه في ثروات لبنان الطبيعية والارهاب الذي يتحين الفرص دوما لاستعادة نشاطه واكد قائد الجيش ان الالتزام تجاه القضايا الوطنية اساسي والالتزام بالمواقف الرسمية حتمي وخصوصا في ملف ترسيم الحدود البحرية اي اهداف وراء مزاعم اسرائيل باكتشافها مواقع عسكرية للمقاومة وسط التجمعات السكنية في غزة نتابع مع احمد غانم مجددا ينعكس الفشل الامني والعسكري الاسرائيلي في شكل دعائي نفسي تمارسه مؤسسة الجيش التي سقطت مرارا وتكرارا في اختبار المواجهة مع غزة هذه المرة عبر اعلان لجيش الاحتلال يزعم الكشف عن مواقع ومنشآت عسكرية في قلب التجمعات السكنية المدنية اعلان ليس جديدا لكن الهدف الواضح منه هو استعراض فاشل لقدرات الجيش الامنية ضمن حرب نفسية موجهة لتبرير اي جرائم يمكن ان ترتكب مستقبلا هذا محض اشعات وافتراءات واكاذيب لم تكن المرة الاولى التي ينشر هذا الاحتلال مثل هذه المعلومات والفبركات لضرب حانة المقاومة الشعبية ما لم يحق الاحتلال بالحروب الميدانية والعسكرية والامنية لن يستطيع تحقيقه بالحرب النفسية والادعاة ونشر الفبركات والاكاذيب توقيت اعلان الجيش الذي يتزامن مع صدور مخرجات تقرير مراقب الدولة في اسرائيل الذي كشف عن اخفاق الشاباك والشرطة في مواجهة هبة الكرامة حبان معركة سيف القدس ولاسيما الاخفاق الاستخباري فشل يفسر رغبة الجيش في تصدير ازمته الداخلية عبر الاستعراض الذي لم ينطلع على الشارع الفلسطيني الذي يعي جيدا مساعي اسرائيل لتأليب الناس على المقاومة يظن الاحتلال من خلال الدعاءات الباطلة بان يخلق شرخا بابين الحاضن الشعبي بين اهلنا في غزة في الضفة وبين المقاومة التي تدافع عن ابناء شعبنا اسرائيل والشبك الصهيوني يسعى نحو تخييب العلاقات الداخلية الفلسطينية يسعى لإصار سالي للشعب بان يثوع على المقاومة يسعى للتخييب لبث إشاعات لخلق حالي من الخوف تحديد الجيش لبعض الاماكن الحساسة كالمستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة يكشف ما ترمي اليه اسرائيل من الحصول على غطاء دولي لتوسيع دائرة استهدافها من دون محاسبة اعلان الجيش الاسرائيلي لا يعبر عن حجم الفشل الذي مني به بعد معركة سيف القدس فحسب بل يكشف أيضا عن النوايا الاسرائيلية لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين من دون ملاحقتها قانونيا أحمد غنم غزة الميادين الآن مع انتصار جديد للأسرة حيث انتصر الأسير رائد ريان على السجان الاسرائيلي بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 113 يوما وقرر تعليق إضرابه اليوم بعد الاتفاق على عدم تجديد اعتقاله الإداري الذي ينتهي في أوائل تشرين الثاني نوفمبر القادم الآن معنا من القدس المحتلة عبر الهاتف السيدة هديل بدر وهي والدة الأسير رائد ريان مرحبا بك معنا سيدة بدر بالتأكيد أنت تشعرين بالفرحة والفخر نحن نسمعك بوضوح أنت على الهواء مباشرة نرحب بك أهلك 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 يا حياك يا الله بالتأكيد تشعرين بالفخر والفرحة بعد انتصار الأسير رائد ريان على السجان الإسرائيلي صفي لنا بماذا تشعرين من تواصل معك كيف تبدو لديكم الأجواء بعد انتصار الأسير صدر سيدة هديل للأسف يبدو فقدنا الاتصال فقدنا الاتصال مع السيدة هديل وفي سياق النشرة حيث أعلنت قوات قصد مقتل أربعة من عناصرها من جراء استهداف طائرة مسيرة تركية مركبة كانت تقلهم قرب مخيم تل السمن جنوب عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بيان قصد أكدان تركيا ماضية في الاعتداء على مناطق شرق الفراد وانتقد الصمت الدولي حيال الممارسات التركية هذا وأكد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي إلى دمشق لإخراج الإرهابين من المنطقة وقال أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران في هذا الصدد وأضاف شاوش أغلو في حديث تلفزيوني أنه من الحق الطبيعي لسوريا أن تزيل منظمات واي بي جي وبي كاكي من أراضيها وأشار إلى أنه ليس من الصواب أن تصف المعارضة المعتدلة بالإرهابية على حد تعبيره بالعودة إلى والدة الأسير الذي انتصر على السجان الإسرائيلي وقرر تعليق إضراب السيدة هديل بدر هي معنا من القدس المحتلة عبر الهاتف سيدة هديل هل تسمعين الآن؟ نعم تفضل كنا قد سألنا عن الشعور في هذه الأثناء بالتأكيد هو شعور فرح وعزة بعدما انتصر الأسير صفي لنا هذا الشعور داخل العائلة وقد انتصر الأسير وأيضا رائد ريان وأيضا ماذا في التفاصيل؟ يعني متى سيتم الإفراج؟ هل هناك أي ضمانات مكتوبة قد قدمت؟ نعم الحمد لله رب العالمين وصلنا خبر من اتصر الشباب من نائز الأسير بلغوا إذنه ابن عبد الرحمن عبد 19 سنة حكوا لرائي فك درانا هم يعني عارفين لنا فك درانا بس هم يبشرون يعني يبلغوا أخوه لأن أخوه ما يخد رقم شريحة أبوه فعبد الرحمن ما ما تأكدش من الخبر حكالي ما يرقم أبوه تصع أبوه أنا ما بعرس أي تفاصيل ولا أي معلومات لقد سألني كنت للسما وصلنا على أي خبر بعد خمس بكيك تكريما أبو رائد اتصل علي وخبرني إنه رائد فك الإضراب ويا الله ما أحلى شعور عظيم فرحة عظيمة فرحة بتتوى الدنيا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إنه تكون فرحة صحيحة وفرحة الكبرى في تحرير رائد وفي إنه ينعف الريتا ويخرج من السجن طيب إن شاء الله ونحن بالتأكيد يعني معكم نشاطركم هذا الشعور وننتظر هذا اليوم لكن هل هناك أي معلومات حول صحة رائد ريان الأسير الذي انتصر لأنه خاض إضرابا عن الطعام لفترة طويلة آه نعم اتصر شاب على إذني اسمه شومبر اتصر على زوجي اتصر الشومبر طبعا هذا من الكواد الموجودين في السجن القائدين اتصر كمان فائح حلاحلا على أبو رائد وخبره بعدها اتصر اتصر علي المحامي فواز الشلودي كان يزور ابني وحكى لي ابنك فقد رائد اتصر الخط هو بصحة جيدة رائد بصحة جيدة ما هي المعلومات لديكم اهلا اهلا شكرا جزيلا لك فقدنا الاتصال من جديد شكرا جزيلا لك والدة الأسير رائد ريان السيدة هدي البذر مشاهدين هذه الأخبار مستمرة من الميادين لكن بعد هذا الفاصل من جديد اهلا بكم اعلنت منظمتان غير حكوميتين تقديم شكوى في باريس ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل باريس امس قادما من اليونان بتهمة التواطئ في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وقالت انه لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لانه ولي عهد وليس رئيس دولة مسؤول في الرئاسة الفرنسية قال ان ماكرون سيبحث مع بن سلمان التطلعات الفرنسية والاوروبية الخاصة بانتاج النفط وسيثير معه موضوع حقوق الانسان يستعد مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون سابقون لاطلاق حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة فما هي فرص نجاح هذا الحزب في ظل هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في محاولة لكسر احتكار الحزبين الكبيرين للمشهد السياسي في الولايات المتحدة تبرز محاولة يقودها عشرات المسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشكيل حزب ثالث سياسي جديد الى الامام هو اسم الحزب الجديد ويرأسه المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة اندرو يانج والحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي كريستين ويتمان الحزب الجديد جرى تشكيله من خلال اندماج ثلاث مجموعات سياسية ظهرت في السنوات الاخيرة وهو رد فعل على النظام السياسي الامريكي الذي يزداد استقطابا وانغلاقا قادة الحزب استند الى استطلاع اجرته مؤسسة جالوب العام الماضي اظهر ان ثلثي الامريكيين يعتقدون ان هناك حاجة لحزب ثالث فاضافة الى الحزبين الرئيسيين يشارك في الحياة السياسية الامريكية ثمانية وثلاثون حزبا فدراليا اخر من دون احتساب الاحزاب الاقليمية لكن هذه الاحزاب تفتقد الى الدور المؤثر في المجتمع الامريكي من هنا يرتكز برنامج الحزب الجديد على تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر واطاء الامريكيين المزيد من الخيارات في الانتخابات وتعزيز الثقة في اي حكومة مستقبلية حزب ثالث من المبكر الحديث عن مدى تأثيره على التوقعات الانتخابية لأي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم تشكيك المحللين السياسيين في نجاحه لكن الاكيد ان التجربة ورغم انها ليست الاولى من نوعها فهي تأتي في ظل توقيت حساس يشهد خلاله المجتمع الامريكي تغييرات اجتماعية بنية اضافة الى وضع اقتصادي هو الاسوأ منذ اربعين عاما فهل ينجح حزب الى الامام في استغلال استياء الامريكيين الذين يرون في نظام الحزبين خللا وظيفيا ام انه سيكتسب شرف المحاولة كما التجارب السابقة ليس اكثر اعلن الزعيم الكورية الشمالي كيم جونغون ان بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبا لاي صدام عسكري مع الولايات المتحدة ونقلت وكالة الانباء الكورية المركزية عن كيم قوله في ذكر انتهاء الحرب الكورية ان المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية الامر الذي يدعو كوريا الشمالية الى تحقيق مهمة تاريخية عاجلة بتعزيز دفاعها الذاتي في اجواء حامية تعيشها شبه الجزيرة الكورية تسقط خيارات الهدوء في فخ التشنج منذرة باحتمال تفجر الاوضاع بين بيونج يانج وسيول منسوب التوتر بين الكوريتين عاد الى الارتفاع مع تحذيرات عالية النبرة اطلقها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون خلال احتفال الكوريين الشماليين بالذكرى التاسعة والستين ليوم النصر في الحرب بين الكوريتين التي انتهت عام ثلاثة وخمسين من القرن الماضي متواعدا حكومة سيول وجيشها بالابادة في حال اقدامهما على اي محاولات خطرة كاشفا عن استعداد بلاده لنشر قوات الردع النووي تحسبا لاي صدام عسكري مع الولايات المتحدة كوريا الجنوبية ردت بشكل غير مباشر في بيان لوزارة الدفاع اكد عزم سلطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استئناف المناورات المشتركة بينهما الشهر المقبل والتي تتضمن محاكاة فعلية للمناورات المشتركة إلوجي فريدوم غارديون وذلك بعد توقفها مدة خمس سنوات فيما دعت الرئاسة الكورية الجنوبية بيونج يانج إلى اتباع سبيل الحوار نعرب عن أسفنا العميق لأن الرئيس كيم جونج أدل بتصريحات تهديدية ضد حكومتنا وذكر بالاسم رئيسنا خلال خطابه نحص كوريا الشمالية مرة أخرى على اتخاذ طريق الحوار لتحقيق نزع سلاح النووي وإحلال السلام بشكل جوهري التحذير الكوري الشمالي لسيول بدفع الأمور إلى شفى الحرب يعود إلى ما تعتبره بيونج يانج استفزازات كورية جنوبية تمثلت في تدريبات عسكرية موسعة مشتركة جرت مع الولايات المتحدة قبل شهر وفي تصريحات لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت فيها تمديد واشنطن للردع بما في ذلك مظلتها النووية لتحسين الاستجابة لتهديدات بيونج يانج ومثلها من تجارب صاروخية متبادلة بين الجارتين اللدودتين قالت وكالة تاس الروسية أن واشنطن أو إن واشنطن لم تتواصل رسمياً مع موسكو بشأن مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأمريكي ونظره الروسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد أعلن أن المحادثات لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا سأتحدث في الأيام المقبلة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ بداية الحرب سنبحثه ملفات عديدة أهمها موضوع الأمريكيين المحتجزين لدى روسيا واتفاقية الحبوب التي أنجزت أخيراً روسيا لم تبدي أي مؤشر على نيتها الانخراط في التفاوض لإنهاء حربها على أوكرانيا وسنرى في الأيام المقبلة إن كانت جادة في تنفيذ اتفاق الحبوب أم لا وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة تفاهم لإنجاز أمبوب لنقل الغاز بين الدول الثلاث وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقام أن الشروع في إنجاز أمبوب الغاز العابر للصحراء إشارة قوية إلى كل دول العالم وخلال اجتماع ثلاثي في العاصمة الجزائرية ضم وزير الطاقة في كل من النيجر ونيجيريا أعلن عرقاب تشكيل لجان لوضع اللمسات الأولية لدراسة المشروع ولتفعيله ما سيسمح بنقل الغاز بين الدول الثلاث على طريق يبلغ طوله نحو أربعة آلاف كيلومتر ومعنا من العاصمة الجزائرية مراسل الميادين سليم بوزيدي مرحبا بك معنا الزميل سليم ونسأل ما أهمية هذا الأنبوب وما هو الانعكاس الإيجابي الذي يمكن أن يكون من جراءه تحياتي زميل لمحمد الحدث هو حدث عالمي مثل ما أشار إليه وزير الطاقة الجزائر محمد عرقاب لماذا عالمي؟ لأن إذا منظرنا إليه أولا من الجانب الشكلي في الجزائر تم الإعلان عن هذا الاجتماع والتوقيع أمس بتغطية إعلامية موسعة من الإعلام العمومي بتنويه وتذكير من وزارة الطاقة الجزائرية لكن الأهم هي الإشارات التي أطلقها وزير الطاقة الجزائري لماذا هذا توقيع الاتفاق هو مهم جدا للجزائر؟ هو يتجاوز فكرة أنه اتفاق سيدر على الخزينة الجزائرية أموال كبيرة جدا وسيضع شركة سونطراك التي بالمناسبة اليوم تم تصطيفها ضمن 12 شركة كبرى عالمية في مجال الطاقة الأهم من ذلك هو ولقة جيوسياسية قوية جدا للجزائر في إطار ما تسميها الدبلوماسية الجزائرية هو التموقع على الساعة الدولية نحن نعلم جميعا أن إفريقيا الآن هي تقريبا المقصد الرئيسي لأوروبا لتعويض الغاز الروسي الكلام أصبح علني وصريح على أن بإمكان إفريقيا تزويد ما يقارب 500 مليار متر مكعب من الغاز بحلول سنة 2030 الجزائر ربما هي الآن ثاني مورد للطاقة لأوروبا نيجيريا أهم الموردين للغاز وبالتالي عندما توقع الجزائر اتفاقية لأنبوب عابل الصحراء الكبرى وتكون الجزائر هي أولا الجانب اللوجستي والتقني محمد ستتكفل بشركة سونطراك الجزائرية الجزء الأكبر من هذا الأنبوب هو تقريبا في حكم المنجز على الأراضي الجزائري وبالتالي نتكلم على مدة قصيرة جدا حتى يكون الأنبوب في حيث العمل ستمتلك الجزائر بعد أشهر قليلة ورقة اقتصادية ورقة تقوية ورقة جيوسياسية للتفاوض مع أوروبا من موقع قوة جدا خاصة أن علاقاتها مع نيجيريا هي في خانة الحليف الاستراتيجي والتقليدي ويضم أيضا جنوب أفريقيا علاقاتها بنيجيريا والدولة الجارة علاقات خوية جدا وبالتالي التفاوض رأسا سيكون مع الجزائر باعتبارها القوة الأكبر داخل هذا التحالف الأهم من ذلك محاولة أوروبا التملص أو تعويض الغاز الروسي على انطلاقا من الغاز الإفريقي وخاصة من الجزائر يبدو أن هذه الورقة الآن قد تم ربما على الأقل تغييرها لغير صالح أوروبا الجزائر أبدا لن توقع أي اتفاقية ستضر بالمصالح الروسية نحن قالها وزير الخارجي الجزائري بمعية لافروف هنا في الجزائر أي اتفاق مع أوروبا هو لن يكون على حساب المصالح الروسية وبالتالي هذه الورقة الإفريقية لإعادة ربما معازل روسيا وتعويض الغاز الروسي من القارة الإفريقية عادتها الجزائر إلى المربع الأول بالعكس الجزائر الآن تضع نفسها في قاعة أو ربما في قائمة الدول الكبرى التي تتفاوض أولا على قاعدة أنها أحد الموردين الكبار ثانيا مورد موثوق من كابل الشركة وثالثا قالتها صراحة أنها في شراكة مع إيطاليا لتزويد الغاز إلى أوروبا واليوم تستكمل الورقة مهمة جدا عندما تمتلك ورقة هذا الأنبوب الاستراتيجي الذي سيكون ثالث أنبوب يصل لأوروبا إثنان منهم هم ملك للجزائر والثالث الجزائر هي شريك أساسي في هذا الأنبوب مراسل الميادين كنت معنا من العاصمة الجزارية سليم بوزيدي شكرا جزيلا لك أشهدت البعثة الأممية في ليبيا بما وصفته بالتقدم المستمر في المسار الأمني في البلاد العاصمة الليبية طرابلس احتضنت قبل أيام اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية من شرق البلاد وغربها بحث مع لجنة الخمسة زائدا خمسة آلية توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد والعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قتل خمسة عشر جنديا ماليا وثلاثة مدنيين وجرح خمسة وعشرون آخرون عقب ثلاث هجمات منسقة نسبت إلى إرهابيين في وسط مالي وفي غربها وفق ما أعلن بيان للجيش وأشار البيان إلى أن الهجمات وقعت في كلومبا قرب الحدود الموريتانية في منطقتين سوكولو وموبتي وسط البلاد أيضا وتأتي هذه الهجمات عقب تعزيز الجيش المالي في الأشهر الأخيرة حملته لمكافحة المسلحين بالتوازي مع جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في القارة الأفريقية استكمل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جولته الأفريقية في إطار سعيه لإعادة إحياء علاقة باريس مع القارة الغنية بالموارد من قلب القارة السمراء حرب تصريحات واتهمات متبادلة بين أقطاب النفوذ في هذه القارة فبعد صدمة مالي وبدء خروج فرنسا منها يحاول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وصل من قطع من صلاط أو تجنب حصول هزات أخرى يدرك ماكرون أن الأرض تهتز تحت أقدام فرنسا في أفريقيا ويشعر الإليزي ومستشاروه بأن دولا كثيرة في مقدمها الصين وروسيا بدأت تحتل مواقع مهمة في القارة حيث توقع دراسة أجرتها وكالة ماكنز الأمريكية أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا في حلول عام 2025 إلى 440 مليار دولار ومع تأكيده أن فرنسا لن تتخلى عن أمن القارة الأفريقية سعى الرئيس ماكرون إلى تحميل موسكو مسؤولية أزمة الغذاء التي تعصف بأفريقيا على وجه خاص روسيا هي واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي شنت روسيا هجوما على أوكرانيا إنها حرب للإستلاء على الأراضي اعتقدنا أن أوروبا تخلصت منها وبينما كان ماكرون يطلق تصريحاته من بنين كان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف يحط في أثيوبيا في سياق جولته الأفريقية التي بدأها من مصر فإلى جانب كونها مصدرا هاما للقمح تمتلك روسيا خبرات في مجال الأمن والتعاون العسكري في أفريقيا وأتت الزيارة لتعزيز علاقات موسكو مع قارة ترفض الاندمام إلى ركب التمديد والعقوبات الغربية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا شركاءنا في أفريقيا يدركون ما يحدث ويعرفون ما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد إلى جانب التجاذب في المجالين الأمني والسياسي تدور حرب النفوذ في أفريقيا بين الدول الكبرى على الموارد الطبعية والأسواق المحلية فيما يميل البعض إلى الاعتقاد أن الصراع الحالية قد يمثل فرصة للدول الأفريقية للتفلط أكثر ولإعادة بناء نماذجها الموروثة من الاستعمار أعلن الاتحاد العمالي في بوليفيا حالة التأهب لمواجهة محاولة انقلاب جديدة من جهته أعرب رئيس البلاد لويس أرسي عن دعمه للموقف الذي اتخذته الحركة العمالية واتهم الجماعات اليمينية بأنها تحاول عرقلة ووقف النمو في البلاد أكثر من 55 نقابة وطنية استنفرت من أجل رفض التهديدات بمحاولة انقلاب جديدة في بوليفيا تتقاطع تحركات النقابات مع إعلان الاتحاد العمالي في البلاد حالة التأهب لمواجهة محاولات كهذه ولسيما أن القطاعات اليمينية تروج لتلك المحاولات وتعتزم تأجيل تعداد السكان لعام 2024 يلتقي موقف النقابات مع تصريح الرئيس البوليفي لويس أرسي عن دعمه لخطوات الحركة العمالية مؤكدا أن الجماعات اليمينية تحاول عرقلة ووقف النمو في البلاد من خلال السعي لإخفاء عجزها وتمثلت بمواقف استباقية أعلنها الاتحاد النقابي أن العمال البوليفيين لن يسمحوا بانتهاك الديمقراطية وإسكاة أغلبية الشعب إضافة إلى منع محاولات الفتنة من جانب السلطات واليمين في مقاطعة سانتا كروز من جهتهم دعا العمال رفاقهم والمناضلين من أجل استعادة الديمقراطية أن يخرجوا إلى الشوارع ويتصدوا بكل أدواتهم ضد من وصفوهم بمزعزعي الديمقراطية الوطنية وأعداء الحكومة الجدل مستمر حول السجل الوطني والإحصاء الذي سيجري في عام 2024 هذا الإحصاء كان السبب في إعلان الإضراب ليوم في مقاطعة سانتا كروز المعارضة وفقا لذلك طالب الاتحاد العمالي حكام سانتا كروز بالانضمام إلى المجلس الوطني للحكم الذاتي لمناقشة احتياجات سكان المقاطعة بدلا من إجراءات الضغط والإضراب الذي يضر باقتصاد البلاد تاريخ طويل من الانقلابات ومحاولات الانقلاب التي تواجهها دول في أمريكا اللاتينية وخاصة الدول التي يصل فيها اليسار إلى الحكم ومنها بوليفيا وفينزويلة وتشيلي وكوبا وتشير نتائج الانقلابات إلى ضلوع الولايات المتحدة في دعمها كما جرى في بوليفيا قبل أكثر من عامين تعرضت الإمارات لسيول غير مسبوقة أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة السيول ضربت أيضا إمارة رأس الخيمة ومدينة خورفغان كما ضربت السيول المناطق المنخفضة في أم القوين والشارقة وعجمان وجه نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة ضحايا الأمطار والسيول في صنعاء والمحافظات الأخرى في ارتفاع عشرات المنازل مهددة بالإنهيار في ظل تدمير التحالف السعودي للبنى التحتية في البلاد أحمد زبيب والتفاصيل عشرات المنازل هنا في منطقة مذبح القديم بصنعاء تعرضت للدمار الجزئي أو الكلي بفعل الأمطار والسيول ودعوات شعبية إلى تحرك حكومي لإنقاذ الناس في ظل غياب دور المنظمات الدولية كارثة حلت ببلال بعد انهيار سقف المنزل فوق رأسي طفلتيهما أدى إلى وفتهما بفعل الأمطار والسيول في منطقة مذبح بصنعاء هنا حي مهدد بالانهيار بالكامل فوق رؤوس ساكنيه ويضم أكثر من 150 منزلا وأرواحا أثقلتها المعاناة من الفاقر الذي فاقمته حرب جعلت هذه المنازل الملاذ الوحيدة للسكان طح عليهم السقف حق المطبخ ودفنهم أربع بنات أنا حملت أرقضهم إنقذت ثنتين وتعورت رجلي أنا وزوجتي وكم يا بيوت بتصارع من أجل البقاء وعايشين تحت الموت يعني في أي لحظة يمكن أن يدت فوقنا البيت ونموت هذا المنزل مهدد أيضا بالانهيار بفعل الأمطار وهذه المرأة وجدت نفسها وأطفالها خارجه مطالبة بتحرك الحكومة لإنقاذها من هذا الواضع مطالبنا يعني دي لنا طرابي دي لنا خيام أي حاجة بسروا لنا طريق لا أي لا طريق بسرنا عشتها ما خلق الله حكومة صنعاء قالت إن تأثيرات الحرب السعودية طالت بشكل مباشر البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية المختلفة بعد تدمير التحالف الجسور والمصائد والقنوات العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا أثر بشكل كبير واستهدف كمية كبيرة من الجسور والعبارات في صنعاء وفي مدافع صنعاء وفي طريق الحديدة بعض الجسور أحيطكم علما أنه تم إعادتها ثلاث مرات عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية ارتفع إلى نحو 29 حالة وفات و13 إصابة في صنعاء وصعدة وشبوة وذمار وحجة وعمران والمحويد فقط خلال الأيام الماضية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين مع موجة حر تشتاح العالم مسجلة درجات حرارة قياسية تواصل الحرائق أو تتواصل الحرائق في تمددها على مساحة مئات آلاف الدونامات لا سيما في محيط البحر المتوسط إذ ينهمك آلاف من رجال المطافئ في العديد من الدول في عمليات إخماد الحرائق حرائق الغابات إلى ازدياد في العالم بالتوازي مع موجات الحر المتصاعدة والسبب تغير المناخ فقد ارتفعت حرارة الأرض أكثر من درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وقد يزداد الوضع خطورة بسبب تحذيرات علماء وخبراء المناخ للحكومات كي تقليل من انبعاثات الكربون ولكن حتى يحدث ذلك يواجه العالم بالفعل حرائق غير مسبوقة ففي فرنسا دمر حريق نحو ألف هكتار من الغطاء النباتي وأجلي بسببه نحو 300 شخص جنوب شرق البلاد ما يضاعف الخسائر البيئية بعد تضرر أكثر من 20 ألف هكتار من غابات السنوبر وإجلاء أكثر من ربع مليون شخص في حريق لاجيروند جنوب شرق البلاد في أسبانيا الحرائق مستمرة في الانتشار برغم عدم الرياح مع ترجيح الفرضية الجنائية السلطات أوقفت ثلاثة مشتبه فيهم بالتسبب في الحرائق التي انتشرت من جنوب البلاد إلى شمالها فيما تستمر جهود إطفاء النيران على مدار الساعة يلاها من خسارة أن ترى حجم الدمار الذي لحق بهذا المكان نحاول أنا وأخي مساعدة المحاصرين بالنار عبر نقلهم بالقارب إلى أماكن أكثر أمانا لكنها أوقات صعبة فعلا المشهد تكرر في البرتغال التي دمرت فيها الحرائق 30 ألف هكتار في شمال البلاد أما في اليونان فقد التهمت النيران مساحات واسعة من غابات جزيرة ليسبوس ما أدى إلى تدمير منتجعات سياحية فيما أخلى الألاف منازلهم التي أتت عليها الحرائق في عدد من مناطق غرب البلاد الحرائق امتدت أيضا إلى المغرب الذي تكثف فيه أجهزة الإطفاء بدعم من الجيش جهود محاصرة الحرائق التي أججتها رياح قوية شمال البلاد ما تسبب بأضرار على مساحة تجاوزت عشرة ألاف هكتار وفق تقديرات غير نهائية الآن نذكر بالعناوين الأمن الإيراني يوقف شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموساد وتعد لأعمال تخريبية مسلحة داخل البلاد مسؤول سابق في الشاباك يقول أن الحرب المقبلة ستجري على الساحة الداخلية الإسرائيلية ويؤكد أن تل أبيب غير مستعدة لها هنغاريا والنمسا تتمسكان برفض مقترح الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز من روسيا مزراء الزراعة من لبنان والأردن والعراق وسوريا يبحثون في بيروت الأمن الغذائي والتعاون المشترك موسيقى ماكرون يبحث مع بن سلمان في باريس التطلعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بإنتاج النفط ويثير معه موضوع حقوق الإنسان موسيقى دائما الميادين دوت نت باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل موسيقى في أمان الله موسيقى